ايوه ايوه اللهي التارتين دول بيردوا على بعض اخيرا في تطور في الحالة المادية عند الحوت الشهر ده مرسي يا ليه العجلة الحظ ويل اوف بورتشن اللي متعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا وقفة 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 بإذن الله بإذن الله يا رب ادعوا معايا كده بإذن الله حتمشي العجلة حتدور وحتلاقوا ان فيه تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير ان شاء الله تايسير في الامورك يا حوت بإذن الله queen of cups الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الاولى والتانية الحوت هنا قاعد بيفكر بعقله وقاعد بيقايم علاقة وانا حاسة ان هو متراقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا ووصل الموضوع لحد التربص معلش page of pentacles تطور مادي بطيء في المرحلة الاولى يعني في اول شهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية ايه اللي انت محتاج و ايه اللي ممكن تستغن عنه الحوت اما بيمر فيه اما علاقة ثلاثية او احتفال وكل ما هيطلع على الكارت ده معلش مضطرة ان انا اقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة ان فيه علاقة ان شركها في علاقة تانية او فيه خيانة مع حدا تاني ارجوكي ما تسمعيش القراءة دي خالص قديني بقول والموضوع متسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي ما عنده هاش شكوك او ما مسكتش حاجة او ما عندهاش اي سبب انها هتشك في شركها ارجوكي اتجاهني الكارت ده خالص اللي عندها شكوك او اللي مسكت حاجة بالفعل فيه علاقة سلسية اه وفيه صبر وانتظار الحود قاعد صابر ومستني يشوف ايه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي دويل الفورتشن فيه خير جايلك كتير يا حود انت كنت مستنيين متأخر عليك حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصلك المرضود بتاعها هيبتدي يوصلك دلوقتي أو خير عملته في حد زي ما قلت لك إن شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحود الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد الناس اللي بتشتغل إما حتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة أو حيغيروا جوة شغلهم حيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل بس في تغيير في حالة العمل عند الحود ده في التلات مجموعات هنا بقى في تطور مدى إن شاء الله للبرج الحود في حالة مدى بتتطور بإذن الله وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا آه أنا يعني في ده دي الغموض ده هاي بريستس دي الغموض في حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحود حتتكشف له حيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة حتباني يعني سر بيتعرف للحود هنا في قيادة شوية برضو للحود في مدان العمل أين هاية العلقة السلسية دي هلخص القراءة بسرعة في تطور في عجلة حظ بالدور بإذن الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا في خير جاي لك يا حود حاجة أنت كنت مستنيها بقلك فترة إن شاء الله حتجي لك دلوقتي في تغير في العمل العمل بيتغير إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل أو بتاخد دورة تطريبية في حاجة معينة أو بتغير ديبورتمنت وفي تطور في الحالة المادية وحالة أمانة الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاتنين مع بعض عمل ميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحميك فيه سر حينكشف للحود الحود قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وأعمال بيعايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش عيفه كده وخلاص العمل يحلله يعني داخل جوه كده بيحلله زي ما قلنا في أول الشهر تطور المادي كان بطيء شوية إن شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول إيه تطور المادي والحمد لله أحمدك يا رب فنحاول إن إحنا إيه نزبط مصرفنا شوية زي ما قلنا علاقة سلاثية أو احتفال الحود بيمر بعلاقة سلاثية أو بيحتفل بشيء وشايفة هنا صبر وتضحية وانتظار رأي هي مقارنة بالفات يعني مش قد كده بس هي رأي برضو حلوة جدا 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 وجد ساناتي بهجة وأمل في تي جوايا توقع جوايا الحمد لله يا باسم أشكرك جدا جدا أوكي كده إحنا فضلنا بسم بالله صح؟ أشكرك يا عبد الحي مرسي مرسي هنشوف بقى إيه الحال العطفية بتاعت المرحلة الثالثة أخبارها إيه ونبقى كده خلصنا برج الحود الحمد لله فالحد هيعرف سر عن الحود أنا شاف أن الحود اللي هيعرف سر يعني أنا ميلة ده أكتر جدا في حياتنا بقيت جزء من حياتنا الله يا مريم يا حببتي وانت على فكرة كمان مش أنا بس يعني أنت كمان جزء بير من حياتي خلاص دلوقتي أنت وما ينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد كده ما شاء الله عنك يا فعلا نكلمك صحيح بشكرك يا كوكو قوي قوي ربنا إن شاء الله يعني ما يحرمناش من بعض أبدا 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 وحركة فيسبوك دي ما تكررش تاني لا موزارت ده كده هنتخض أكيد 6 ألف القبلة لم Sergio وايح شكرك يا راده جدا لي يا تطمة مرة بachدر ليعنك مايب نوراني يا حس destaений منورت الي لايف منورت الي لايف يا رب يكون عجبك الناس الجواديا يا جماعة اللي عجبهم لايف دوسوا follow الصفحة like зав lateral عشان تشوفوا التصويتات إحنا بنصوت لكل برج وتشوفوا اللايبز اللي جاية ما تفدخوش ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايب طيب يلا نشوف الحالة العطفية دي المجموعة الثالثة والأخيرة لبرج الحوت الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصورة دي للعائلة صورة سعيدة أبو أم مطرفتين وحبين بعض وبيراهوا بعض وأطفال بتلعب وحاجة يعني عايز الصورة دي المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي وبيعمل على الموضوع ده بيعمل إن هو الصورة دي تتحقق بالفعل عايز برضو قوة أكتر عايز يكون أكتر صلابة عايز يكون أكتر صلابة وأكتر قوة الحوت برضو يا جماعة حنين قوي يعني عنده لين جدا فعايز يكون أقوى شوية يكون جامد يعني أنا مثلا ببقى ضعيفة قدام ولادي ساعات بضعف قدامه بيبقى عايز أقول إدمادي شوية نشافي شوية هو ده بالضبط اللي أنا عايز أوصله الحوت شايف شريكه إزاي؟ شايفه بيتطور مديا شايفه بيتطور وشايفه لامم العيلة حواليه أهو تطور مدي وليامم عيلته حواليه؟ برضو نفس الموضوع ماشيين في نفس السكة مع بعض الطاقة الطاقة فيها تهنئة الناس عمالة تهني تهنيكو إما على نجاح على علاقة نجحة أو على شغل ناجحة في حالة تهنيئة والناس بتهنيكو الشريك عايز إيه؟ الشريك نفسه لأ الشريك تعب واضح إنه فيه تعب جديد شديد عند الشريك تعباني هنا محتاج روحانيات أكتر حياته بقت مليانة حاجات مادية كونكريت كده يعني حاجة صلبة عايز حاجة أكثر هدوء وأكثر روحانية ونفسه يرتاح عايز ينام محتاج ينام محتاج يرتاح ممكن يكون كمان تعبان جسديا شايفك إزاي شايفك ناجح شايفك ناجح وشايفك ناجح في كل حاجة اكتمال دائرة مكمل عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله perfect لا حاجة حلوة قوي 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 الطاق دلوقتي حب غير مشروط فيه مولود للعايزين موليد وربنا يجعل كلامنا خفيفة عليهم فيه حالة لا حب غير مشروط حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا هنا فيه حالة من spontaneous كده عفوية ما لمفكرش قبل ما نتكلم نتكلموا براحتكو مغامرة وشكل فيه سفر كمان مش شرط تكون سفرية سفرية شغل أو حاجة لا ممكن يكون فيه سفر لمجرد السفر وحنا ندخلين على أجازات دلوقتي أجازات نص السنة فعلا فيه مناسبة perfect يلا بقى أخدوا break ونطلع بقى نسافر في مكان دي قرية حلوة قوي 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 للحوت بسم الله ما شاء الله القرية دي يعني مش عرفة حاسة أنها لقى على المجموعة التانية أكتر سبحان الله يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا ما حدش يسمع المجموعات احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد أكتر كم من المواقف إنما مش شرط كلهم حوت كل المجموعات حوت أنت حتسمع وحتشوف أكتر مجموعة ماشية معاك إيه ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك خالص الحوت عايز صورة العيلة السعيدة الـ perfect الأولاد أصحاء بيجروا وبيلعبوا أبوا وأموا مطربتين وحبين بعض عايز يكون أكتر قوة وأكتر صلابة شايف شريكه بيتطور ماديا الشريك محتاجش أكتر هدوء وحقيقة أقل صخب وأقل وأكثر هدوء محتاج يرتاح شوية لأن جثمانيا تعبان الشريك شايفك يحوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على أتمى الوجه الطاقة ما بينكم فيها علو وشأنه فيها مباركات نسبة بريك لكم في هنا The Empress الحالة برضو الجنسية عندكم كويسة جدا نشطة جدا وحب غير مشروط وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة The Empress كارت جميل جدا في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك ومن شريكك يحوت وإن شاء الله كمان باين أنه فيه سفر أو تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت ما شاء الله ريا جميلة جميلة للحود الحمد لله ختموها مسك ديسمبر الحمد لله وإن شاء الله يارب تزبط القريات علي تفضل أهلا مليك تفضل إيه سؤالك طيب إحنا دلوقتي هنقول الخراءة الخاصة اللي كسبت معنا النهاردة تمام هي كمان بعتتلي خلاص تمام يلا حبيبتي تعالي ره ميم تاريخ الميلاد واحد تمانية ده إنتي أسد 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 أه فين بقيت السؤال آه إنتي عايز علاقة عطفية تمام ماشي حلو أوكي أوكي ديني بس دي أفنت شارين أنا بقر كل يوم آه يوم لا بعمل لايف ستريم وكل لايف بقول فيه برج واحد بس والاختيار بيتم عن طريق التصويت فإحنا النهاردة معنا برج الحوط لأنه كسبت التصويت إن شاء الله هنقول أسد قرار جدا 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 أسد قرار 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 قولي لي حبيبتي ردي علي بقى في الرسائل أنت معنا على اللايف هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه الدنيا مش تمام يعني هبتدي القرار أنت عايزة إيه أنت عايزة ببرزق جديد عايزة الحالة المادية يكون فيها تطور أكتر من كده زي ما قلنا الكارتة ده إما أنت عايزة تعملي حاجة معينة والفلوس معاكي مش مكافية أو معاكي فلوس مش عارفة تعملي بيها إيه تصري فيها ولا تستني شوية بس واضح إن الحالة المالية عندك عملالك شوية إيه زعزاعة كده شايفها شريكك إزاي شايفها شخص طموح شايف شخص زكي بيعرف بيعرف يتصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية التقمة بينكم موقف صعب أو زوائق Either or وإنتي أضرى موقف صعب أو زواج يعني يدا يدا الشريك عايز إيه الشريك عايز يكون أكثر قوة أيها تبدو هو سعيد أكثر قوة أكثر قوة أكثر قوة أكثر قوة أكثر قوة